متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حنتكلم عن المنفسة الكبيرة بين أكبر عملقة نماذج الذكاء الاصطناعي جوجل و أوبين اي اي زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات أوبين اي اعلنت انه هتنزل لمدة 12 يوم تحديثات متتالية وطبعاً شفنا او وان شفنا او وان برو واتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات جوجل اطلقت نموذج جديد اسمه جيميناي اكسبرمنتل 1206 واللي اصبح بيحتل المركز الاول على شاتبوت ارينا بمعنى اصح نعرفين ان الام ارينا هو موقع مشهور والليدربورد الخاصة بالموقع بتبين لنا اي من هذي نماذج احتل الصدارة بالنسبة لأوبارول كاتيجوري او بالنسبة للماس او بالنسبة للبرمجة او بالنسبة لللغة وبالتالي بنقدر نعرف منه يعني الفيدباك وهو قائم على الفيدباك بتاع المستخدمين في المجالات المختلفة اللي احنا تكلمنا عنها من شوية النموذج السابق من اوبن اي اي المعروف بشاتجي بتي فور او كان احتل الصدارة يوم 21 نوفمبر جوجل ما انتظرتش طويلا في 6 ديسمبر كشفت عن جيميناي اكسبرمنتل 1206 اللي تفوق على منافسه واستعد الصدارة لصالح جوجل مرة تانية ايه اللي بيخلي جيميناي اكسبرمنتل 1206 مميز؟ انه هو مش تحديث عادي ده هو نموذج متكامل في قدرات مبهرة في مجالات متعددة في البرمجة ورياضيات خاصة كتابة الابداعية تحكم في الاسلوب التعامل مع الاسئلة الصعبة والمعقدة والنموذج ده حاليا هو متوفر زي ما تعودنا من جوجل للمطورين عبر جوجل AI استوديو وحرجع اقول انه هو إكسبرمنتل موضل إكسبرمنتل موضل في اي وقت ممكن جوجل تستبدله من غير ما انت يجي لك اي اشعار باي حاجة يعني هو موجود علشان المطورين يوصلوله ويجربوه ويقولوا الفيدباك بتاحهم عامل ازاي على الرغم من انه مميز على الرغم من انه هو مميز ده بالنسبة لي جيميناي إكسبرمنتل 1206 اللي احنا حنجربه النهاردة والجديد من جوجل واللي اعلنت عنه وكشفت عنه في 6 ديسمبر يلا بينا نبص على جيميناي إكسبرمنتل 1206 ودخلنا على جوجل AI استوديو عشان نجرب مع بعض الموديل الجديد جيميناي إكسبرمنتل 1206 وهنا انا حابة الاول اعمل كومبير عشان اقدر يعني اشوف الفرق ما بين الموديل نفترض 1121 واشوف الموديل جيميناي إكسبرمنتل 1206 وهنا انا حبتدي احط للسيستم انستراكشنز وحستعين هنا بكلود ليبيراري المكتبة الخاصة بالأوامر بتاعت كلود حبتدي ان انا احط الأمر الخاص بالسيستم وحبتدي هنا احط الأمر الخاص بالسيستم بتاعي اللي هو كود بروبلم أنا هنا عايزة يعملي وانبيج ويبسايد ويبسايد من وانبيج وحيستخدم الاشييميل والسي اس اس والجافا سكريبت وده هنا السيستم انستراكشنز حبتدي ايضا اجيب من الأنفروبك برومت لايبيراري الأمر نفسه حبتدي احطه هنا وممكن هنا اغير بس الاسم الخاص بالويبسايد حبتدي ان انا اقوله run وبعد كده حبتدي ان انا اقوله run هنا زي ما احنا شايفين جيميناي experimental one two zero six عطاني الإجابة على طول حطيلي الكود جيميناي experimental one one two one خد وقت شوية على ميديني الكود طبعا احنا شايفين صورة جيميناي experimental one two zero six قد ايه سريع استجابته سريعة جيميناي experimental one two zero six خلص خلص ولسه جيميناي experimental one one two one لسه بيكمل حنستنى لحد اللي تم يخلصوا هنا اعتقد ان هو يعني انا مش عارفة هل هو كده خلص ولا لسه يعني انا شايفة ان هنا هو خلص خلاص عندي هنا كمل لحد الاخر انا هنا حبتدي ان انا اخد النتيجة بقى طالما هو هنا لسه ما كملش يعني معنى كده ندى افضل واسرع في الاداء حبتدي اخد الكود واروح لي فيجوال ستوديو كود كده احط الكود اخدت الكود وحطيته فيجوال ستوديو كود وادي الويبسايد بتاعي المكون من وان بيج زي ما احنا شايفين انا قبل كده جربت نفس الكود باستخدام موضل زي تانية بصراحة انا شايفة ان ده افضل حتى الان ادي سيرش كورسز اقدر ادور هنا على الكورس بتاعي ادور على الكورس ده السيرش بار بتاعي والماث والساينس واللانجويش والارتز وهنا البلوج والف اي كيو اللي هي الاسئلة الشائعة والبرايفيسي بوليسي والكونتاكت اس انا بصراحة شايفة انه هنا افضل طبعا تحط اي صورة بتعدل انت بقى في الكود بتحط اي صورة من الصور الموجودة عندك على جهازك او حتى موجودة على الانترنت بتحط الURL بتاعها وبتحصل على الوان بيج وبسايت بتاعك ده بالنسبة لي تجربته في موضوع الكود طبعا انا مش متخصصة في الجزء بتاع البرمجة فبالتالي انا استخدمت اجزامبل بسيط موجود في المكتبة الخاصة بكلود قلت اجرب اي قارر ما بين جيميناي اكسبريمينتال 1121 و1206 حطيت السيستم انستراكشنز واستخدمت اليوزر انستراكشنز وشفنا انه one to one ما كملش لكن في جيميناي اكسبريمينتال فوق الاثنين مليون توكن وده حاجة طبعا ممتازة جدا قلت ان هو سرعته عالية خدت الكود وشفنا مع بعض نفزناه على فيجوال استوديو كود وشفنا شكل الone page website تعالوا نجرب بقى حاجة تانية وهو الكتابة الابداعية ونشوف كده ممكن ان هو يعمل ايه فانه هقول له كريت ان ارتكال اباوت اي اي يوسيج ان هلث كير ويز اكزام دوس مسلا فحقول له ران تعالوا نشوف السرعة الاول one to zero six one to one الاثنين يعتبر سرعتهم واحدة الاثنين سرعتهم الى حد كبير واحدة ممكن يكون one to zero six شايفين المصادر اللينكس اللي اعطيها لي لان انا قلت له اديني كمان examples بيديني examples الاثنين ادقهم حلو بصراحة لكن ده عطيني links عطيني الروابط اللي اقدر اروح لها المصدر لسه مكمل معايا one to zero six جيمناي experimental one to zero six ممكن يكون deep knife اكتر وداخل اكتر فيه بعمق شوية في الاجابة فهذا الارتكالز وكل جزء هنا عطيني link جايبه منين في كتابة الارتكال او المقال زي ما احنا شايفين يمكن كمان هنا التايتل بتاع الارتكال يمكن يكون افضل يعني يمكن عنده شوية اعتيادي هنا ايضا بالنسبة التايتل والتنسيق والكتابة انا شايفة انه هو هيكون افضل كتير يعني مزبط شوية اكتر اللي بيتكلم فيها والنقط اللي بيتكلم فيها دي وجهة نظري يعني one to zero six بالنسبة لي الاتنين سرعتهم واحد لكن في الحتة الابداعية شوية حايفة one to zero six افضل من one to one من وجهة نظري ايضا في الكتابة تعالوا نشوف بقى حاجة وهو الحل المسائل الرياضية نشوف كده مسألة الرياضية ونشوف هيحلوها ازاي على طول وهبتدي احط الاكويشن بتاعتي ونشوف هيجاوب عليها ازاي هو اختيار يعني اكويشن في اختيار من متعدد اي و بي و سي و دي هنا زي ما احنا شايفين one to zero six كان سريع جدا في اعطاء الاجابات زي ما احنا شايفين سريع اسرع من one one two one الموضوع هو بشكل عملي قدامكم وكمان بيديب دايف اكتر في الشرح وعطاني الاجابة خلاص minus 3 هنا minus 3 اللي هو b هنا قال لي the final answer is p هنا عطاني minus 3 هنا كان مفروض بس يقول لي ان الاختيار هيكون b ولكن هو عطاني الاجابة final answer بتاعي minus 3 وهنا كانت اجابته سريعة اكتر زي ما احنا شايفين فاذا هو في السرعة والاستجابة هيكون افضل حتى في الماث ولكن هنا هو عطاني final answer كان المفروض يقول الاختيار اللي هتختاري هو بي مش مشكلة قوي يعني النقطة ولكن زي ما احنا شايفين اداءه هيكون اسرع جرعة في الكتاب بجربنا في الماس بشكل سريع طبعا انت بقى اجرب يعني انا بحاول ان انا اوليك بس الاداء انت ممكن تجرب اكتر وبشكل عملي على شغلك انت بشكل شخصي زي ما قلتلك كلها experimental elemental lms يعني كلها عبارة عن نمازج تجربية ممكن النهاردة موجودة بكرة ما تبقاش موجودة وزي ما قلتلك هي بتجرب داخل جوجل ai studio حاول استفيد بيها برضو اعتقد ان انت ممكن تستفيد بها زي ما انت شايف كده بشكل مجاني داخل جوجل ai studio ده بالنسبة للتحديث الجديد من جوجل وفي انتظار ان شاء الله باذن الله الجديد احنا زي ما احنا شايفين السباء كبير جدا وسريع جدا بين الشركات شوفكم في فيديو قادم بإذن الله على قناة وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولا كنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير والcomment لان ده بيدعمنا ويحفزنا ان احنا نقدم كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته